السلام عليكم إن شاء الله هنبدأ في تفسير سورة الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل يا أيها النبي إن الله أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن أن جماعة من الجن قد استمعوا وأمصطوا للقرآن الكريم سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فلما استمعوا للقرآن الكريم تأثروا به فقالوا لقومهم من الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يعني إحنا سمعنا قرآن بديع في البلاغة بتاعته وعجيب في نصقه وسيقه يأخذ بالألباب بالعقول يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا لما كانوا بيستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الكفر ولذلكم آمنوا بالله يعني آمنوا بعد أن سمعوا القرآن وده دلال على إن القرآن لا يحرق ولا يقتل الجن حتى لو كان الجن ده كافر بالله سبحانه وتعالى يهدي إلى الرشد فآمنا به يعني هذا القرآن الكريم يدل على الحق ويدعو إلى البر فآمنا به يعني فصدقنا به واتبعنا ولن نشرك بربنا أحدا يعني لن نشرك به سبحانه وتعالى في ألوهيته وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأن الله سبحانه وتعالى تقدس وتنزه وتعالى تعظمته ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ زوجة ولا ولدا بل هو أحد صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن الجاهل السفيه الجاهل بالله سبحانه وتعالى منا يعني من الجن كان يقول على الله يفتري على الله سبحانه وتعالى ويقول وينسب إليه الصاحبة والولاد سفها وظلمة وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا يعني إحنا ظننا يعني كنا بنعتقد الظن هنا بمعنى الاعتقاد إحنا كنا بنعتقد أن ما فيش حد من الجن ولا الإنس لا يستطيع أن يفتري على الله سبحانه وتعالى نسبة الولد والصاحب وأنه ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أنهما يفتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب ويقول له ولد أو له زوجة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني كان فيه رجال من الإنس بيستجيرون يعوذون يعني يستجيرون برجال من الجن فزاد هؤلاء الرجال باستجارتهم الجن طغيانا وسفها وعتوا وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ده زي إن واحد يروح لساحر يروح لكاهن كل ده والعياذ بالله شرك بالله سبحانه وتعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا يعني اعتقد كفار الإنس كما اعتقدتم أيها الجن أن الله تعالى لن يبعث أحدا بعد الموت المقصود هنا بالبعث إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لن يبعث الإنسان البعث اللي هو الوقوف بينهدي لله سبحانه وتعالى للحسان إن هم اعتقدوا كما اعتقدتم اللي هم الإنس واللي هم الكفار من الإنس كما اعتقد الكفار من الجن أن لن يبعث الله أحدا أي لن يبعث الله أحدا بعد الممات وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَذِيدًا وَشُهُبًا الجن بيقول إحنا لما لمسنا السماء يعني صعبنا إلى السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشوب يعني وجدنا السماء مليان حراس من الملائكة الشوب اللي يبتأتي على الجن فتقتله ما كانتش موجودة قبل بيعثة النبي صلى الله عليه وسلم أوجدها الله تبارك وتعالى وشدد الحراسة على السماء علشان لما ينزل الوحي لا يختلط الايه لا يختلط الوحي بسماء مين بسماء الجن ان هم يعودوا يسترقوا السامع قبل البيعثة بخمس سنين ربنا تبارك وتعالى جعل الشهب علشان الوحي لما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجن قال وَأَنَّا كُنَّا نَقَدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعَ يعني قبل بقى ما سألت انه هم لقوا الشهب دي موجودة والحراسة المشددة قالوا احنا كنا قبل كده كنا بنعد نستمع نستمع لأهل السماء الملايكة والأخبار اللي طلعة واللي نزلة كانوا بيعودوا يستمعوا إليه فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجَدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَةَ اللي يعد دلوقتي منا علشان يستمع يجد له شهاب الرَّصَدَةَ يعني مرصود يعني موجه إليه والآية دي تبطل الكهانة والتبطل الناس اللي تقولك إحنا بنعرف الغيب وإحنا بنعرف كذا كل ده الآية دي تبطله وَأَنَّا لَا نَدِرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا إحنا ما نعرفش إن اللي حصل ده يرد بأهل الأرض التغيير اللي حصل ده هلاك ودمار أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم ربهم خير وهدى فما ندري ما حدث الجن نفسه ما يعرفش إلا حصل وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا الجن بيقول إحنا منا الصالحون ومنا دون ذل يعني منا أطقياء ومنا فسقة أشقياء كنا ترائق قددى يعني إحنا مذاهب شتة لسنا على صفة واحدة كل ده بيعرفك بالإيه؟ بالجن وَأَنَّا أَظَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا يعني إحنا بنعتقد أن الله محيط بينه ونحن تحت سلطان فالله تبارك وتعالى لن نعجزه إذا أراد إهلاكنا في الأرض ولن نعجزه هربا في السماء إذا أراد الله سبحانه وتعالى منا شيئا في الأرض كان أو في السماء وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا إحنا لما سمعنا الهدى هو القرآن الكريم آمنا به يعني صدقنا به فمن يؤمن بربه يعني من آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق به فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف بخس يعني أن حسنة تقل ولا رهقا يعني ولا زيادة في السيئات بتاعته فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته